بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلنا إلى آخر سؤال اللي هو السؤال السادس من سلسلة أسئلة الامتحان الافتراضي إذن هنا السؤال السادس الفرع ألف مقروض دائري قائم نصب قطر قاعدة أربعة سنتيمتر وارتفاع أطنع سنتيمتر هذا المخروض المخروض قدامك هذا نصب قطر قاعدة أربعة وارتفاعه يعني المسافة مننا إلى هنا هذا أطنع سنتيمتر ونعطيك هذه التأشيرات يراد قطع مخروض دائري منه يرتكز رأسه في مركز قاعدة المخروض الأصلي وقاعدته توازي قاعدة المخروض الأصلي جد أبعاد المخروض المقطوع بحيث يكون حجمه منواء المخروض أكبر ما يمكن بالبداية فرض المتغيرات بأسماء معينة رح أجي أفرض نصب قطر قاعدة المخروض مثلا أكس تريد يسميها آر كيفك وارتفاع المخروض يساوي أتش هذا يا مخروض منهم المخروض المقطوع دشوف أكو هنا مثلثين متشابهين إذن هذا المثلث الأول ودشوف هذا المثلث الآخر إذن ذولا مثلثين متشابهين من إذا تشابه مثلثان تناسبة أطوال أضلعهما إذن من تشابه المثلثين رح يصير عندي الأكس بالمثلث الصغير يقابل أربعة بالمثلث الكبير الاثنعش ناقص أش بالمثلث الصغير يقابل منواء يقابل الاثنعش بالمثلث الكبير إذن بنقول طرفين يساوي وسطين رح يصير عندك شنوة؟ رح يصير أربعة في اطنعش ناقص أش يساوي شنوة؟ يساوي اطنعش أكس من أجي أقسم على أربعة يعني رح يصير اطنعش ناقص أش يساوي ثلاثة أكس إذن بسهولة أقدر أقول أش تساوي اطنعش ناقص ثلاثة أكس إذن هنا رح يصير عندي الاتش تساوي اطنعش ناقص ثلاثة أكس إذن ده يقول لي حجمه أكبر ما يمكن إذن معناها رح أجي أكتب قانون حجم المخروض ثلث مساحة القاعدة في الارتفاع رح أعوض مكان الاتش بما يساويها هس هنا ده أسمع طالب يقول لي أني ما كان أقدر أقول الاتش تساوي واحد على ثلاثة في اطنعش ناقص أش يعني أقسم على ثلاثة أقول لي يصير لكن من أتعوض رح ينشرع قلبك ليش لن رح أسوي مربحة دانية إذن الاتش رح يكون هواية أسهل رح أعوض مكان الاتش بما يساويها الأكس تربيع فقط يفضل أن تدخل على القوس هذا الثابت أبقي برا لأن مشتقة الثابت في دالة يساوي الثابت في مشتقة الدالة بمجرد أن أساوي بالصفر إذن الثابت رح يهمل أربعة أكس تربيع ناقص تسعة أكس تربيع يساوي صفر أسحب عام مشترك أما أكس تساوي صفر بالتأكيد تهمل أو أكس تساوي ثمانية على ثلاثة أعوضها الاتش يساوي أربعة سنتيمتر جدي أريد مني بالسؤال جد أبعاد خلاص السؤال هذه الأبعاد تريد تشتق مشتقة ثانية تتأكد إذن هذا مستحب هذا ما يخص الفرع ألف الفرع بأولادي جسم يتحرك على خط مستقيم بتعجيل مقداره 10 متر بالثانية تربية إحنا من التفقين عندي إزاحة هذه الإزاحة من أشتقها أوصل إلى السرعة هذه السرعة من أشتقها شوصل أوصل إلى التعجيل هذا التعجيل من أكاملة ويجب أن يكون تكامل غير محدد رح يوصلني للسرعة السرعة من أكامل هي رح أوصل للمسافة أو الإزاحة قد يكون تكامل محدد وقد يكون غير محدد حسب طبيعة السؤال إذن ناطيني التعجيل معلوم وناطيني وسيلة مساعدة يقول لي وبعد اثنين ثانية من بدء الحركة أصبحت سرحته 24 متر بالثانية يعني معناها ورمسوا بتكامل غير محدد رح تطلع لقزاء السي شلون تستخرج قيمة سي من خلال المعطيات الموجودة أمامك إذن كاملة التعجيل ناطيني لفي 24 ناطيني تي تساوي ثنيا يعني معناها قيمة سي تساوي أربعة يعني أصبحت السرعة بالصورة التالية رأيت مني مطلبيني المطلب الأول جد المسافة المقطوعة في الثانية الخامسة يعني معناها مطلق تكامل من أربعة إلى خمسة لدالة السرعة إذن كاملة أو وضت حد أعلى حد أدنى طلع الجواب تسعة واربعين متر المطلب الثاني جد بعده بعد مضي أربع ثواني من بدء الحركة وإحنا من التفقين البعد يعني إزاحة إذن من صفر إلى أربعة لدالة السرعة الجديدة اللي هي هذه نفسه إذن تكامل وتعويض طلع الجواب ستة وتسعين الفرع جيم أولادي جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل وبؤرتاه تقعان على أحد المحورين ومساحة منطقته 15 باي وحدة مساحة ومحيطه 2 جذر 17 باي وحدة طول إذن أجي أكتب قانون المساحة اللي هي واعوض قانون المحيط اللي هو 2 باي جذر أي تربيع زائد بي تربيع على اثنين واعوض من خلال قانون المساحة الباي وية الباي إذن راحت باي أي بي تساوي 15 يعني الأي تساوي 15 على بي راح أعوض بقانون المحيط بتربيع الطرفين طبعاً الباي والباي الثنين ويه الثنين بتربيع الطرفين إيش رح يصير عندي رح يصير سبوтора عشي يساوي أي تربيع زائد بي تربيع على 2 طرفين يساوي وسطين أي تربيع زائد بي تربيع يساوي 34 إذن صار عندي معادلة رقم 1 معادلة رقم 2 أعوض 2 في 1 وأحلل بالتجربة رح تطلع للبي تربيع احتماليا أما البي تربيع 25 إذن البي تساوي 5 من عوضه هنا رح تطلع الأي تساوي 3 من المستحيل أن يكون الأي أصغر من البي في القطع الناقص أو البي تربيع تساوي 9 يعني معناها البي تساوي 3 إذن الأي تساوي 5 معقولة الأي معلومة البي معلومة دي يقول لبؤرتاه تقعان على أحد المحورين ومركزه نقطة الأصل يعني ربما تكون البؤرة على محور السينات وربما تكون البؤرة على محور الصادات يمكن أولادي جماعة التطبيق زعلانين عليها قالوا ليش ولا سؤال خاص بالتطبيق إذن هنا ما خليتها ويا الأسئلة أسئلة متفرقة خاصة في منهج التطبيقي الأوميغا شونة عاملوا إياها الأوميغا أس أربعة هو أوميغا واحد زائد أوميغا تربيع سالب أوميغا توحيد مقامات حتى أوصل للجواب يساوي آي جد قيمة أكس وواي الحقيقيتين جذر سالب ثلاثة معناها جذر ثلاثة آي ما طول عندي الأكس والواي وحده وهذا هنا خارج رح أقسم عليه ورما سحب السالب اثنين عامل مشترك أوميغا زائد أوميغا تربيع سالب واحد وبعدها نضرب العامل المنسب سؤال خاص بانسحاب القطع الناقص تقدر تطلع عليه وأكيد أنت شايفه بالكتاب والمحاضرات سؤال آخر خاص باللور والأطار أيضا هنا شرحي شرح مفصل في موضوع التطبيق التكامل بالتجزئة بالإضافة إلى التكامل بالتقريب تقبلوا تحياتي أنا محدثكم قصي هاشم التميمي لنتعاون من أجل العراق هذا كان شعارنا دائما وأبدا إذن أعزائي إن شاء الله استفاديتوا من هذه المراجعة السريعة ونموذج افتراضي على غرار الأسئلة الوزارية رح تقول لي إذن الأسئلة ما تطبيقي وين رح يكون مكانهم يعني هنا صار عندي تقسيم الدرجات المتوقع الفصل الأول رح يكون 30 درجة الفصل الثاني 30 درجة الفصل الثالث 50 درجة الفصل الرابع 40 درجة ممكن يكون تقديم وتأخير شوية في توزيع الدرجات إذن هذا التقسيم المتوقع إذن أعزائي لا تنسوا الاشتراك بقناتي على اليوتيوب باسم قصي هاشم ليصلكم كل جديد وكذلك الاشتراك بقناتي على التليغرام أعزائي استودعكم بأمان الله وحبه ترجمة نانسي قنقر